بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب اللبس عليكم بخير كنت أتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانة كل الأمر كلها على خير وبخير إذن مرحبا بكم في تصحيح فرض جديد مادة اللغة العربية وكي لا ننسى في القناة واحد مجموعة دي النماذج خاصة مادة اللغة العربية الفرض الأول والثاني وكذلك الامتحان المحلي وهذا بالنسبة لمجموعة من المواد مادة الرياضيات والفيزياء وكذلك الاجتماعيات والطربية الإسلامية وحتى الفرنسية والإزفيد إذن ما عليكم إلا الدخول للقناة والاستفادة منها يعني أكبر استفادة إن شاء الله حتى تكونوا مستعدين جيدا للفروض والامتحانات إذن نبدأ على بركة الله إذن دائما الله أرد عليكم عندكم نص موضوع في البداية يعني يكون عندنا نص إذن نص لا بد أن نقرأه جيدا لأنكم تعلمون أن واحد مجموعة من الأسئلة واحد تستادي النقاط قد تكون متعلقة بالنص لهذا ما يخصكم مش تضيعها اللي يقرأ النص جيدا غدا يحصل لهذه النقاط هذه إذن نبدأ على بركة الله قراءة النص ثم نشرحه إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا أي ماتا في عام واحد وذلك قبل مهجر أي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب يثرب هي المدينة المنورة بثلاث سنين فتوالت على الرسول صلى الله عليه وسلم المصائب إذ نالت قريش منه بعد وفاة أبي طالب ما لم تكن تطمح أو تطمع به في حياته يعني في حياة أبي طالب ومن ذلك أن جهولا من جهلاء قريش اعترضه ونثر التراب على رأسه أي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم منزله والتراب منثورة ذراته على رأسه الكريم فقامت إليه إحدى بناته نازعة التراب عنه باكية ورسول الله يقول لا تبكي يا بنيتي فإن الله مانع أباك ورغم كثرة اضطهاد كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عفى عنهم بعد أن نصره الله تعالى عليهم يوم فتح مكة إذن نقوم بشرح النص شرح بصير جدا إذن نبي صلى الله عليه وسلم توفيت خديجة زوجته وعمه أبو طالب الذي كان يحميه في عام واحد وذلك قبل هجرت نبي صلى الله عليه وسلم إلى يترب له المدينة بثلاث سنوات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفيت زوجته خديجة وكذلك توفي عمه أبو طالب فتوالت على الرسول صلى الله عليه وسلم المصائب المصيبة الأولى وفاة زوجته ثم المصيبة الثانية وفاة عمه الذي كان يحميه ثم إذنالت قريش منه بعد وفاة أبي طالب ما لم تكن تطمع به في حياته فبعد وفاة أبي طالب استطاعت قريش أن تؤدي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذية لأنه كان أبو طالب يمنعها من هذه الأذية التي فعلتها بعد وفاته ومن ذلك أن جهولا ومن ذلك يعني من بين هذه الأذية أن رجلا من قريش أن جهولا من جهلاء قريش يعني رجل من الجهار منها اعترضه ونثر التراب على رأسه يعني اعترض النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بحفنة من التراب على رأس النبي الشريف صلى الله عليه وسلم فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من منزل دياله والتراب منثورة يعني التراب فوق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ذراته أي حباته على رأسه الكريم فقامت إليه إحدى بناته يعني قامت إحدى من بناته وهي فاطمة رضي الله عنها باكية وهي تبكي وتزيل التراب عن رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا بنيتي فإن الله مانع أبنك يعني لا تخافي يا بنيتي عني فإن الله يحفظني ويمنعني ويحميني من الكفار جيد ورغم كترة اضطهاد كفار يعني رغم هذه الكترة التي كان الأدى الأذى الشديد الذي كانت تمارسه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عثى يعني حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو قوي مع جيشه معه جيش كبير لا يستطيع أحد أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عثى عنهم يعني عثى عن الذين كانوا يأدوه بعد أن صاره الله تعالى عليهم يوم فتح مكة فهذا يوم فتح مكة الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا ومعه جيش كبير وهؤلاء الكفار الذين كانوا لا يزالوا مستمرين في غيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤديهم وإنما عفى عنهم إذن هذا نص الموضوع يعني أمره واضح جدا بسيط هو مقتطف من السيرة النبوي لأبي محمد عبد الملك بن هشام الصفحة 116 المجلة الثانية بتصرف يعني فيه تغيير بتصرف يعني تم تغيير فيه بعض الأشياء إذن مكوّل قراءة من يدي النوقات لاحظت من يدي النوقات يعني أغلبها يتعلق بالنص إذن السؤال الأول ملاحظة النص حدد المجال الذي ينتمي إليه النص إذن لشك أن المجال الذي ينتمي إليه النص مجال واضح ثلاثة المجالات اللي عندنا في الدورة الأولى المجال الإسلامي والمجال الإنساني والمجال الحضاري إذن لشك أن النص ينتمي إلى المجال الإسلامي هذه ما فيها نقاش أن النص ينتمي إلى المجال الإسلامي إذن هذه نكتبها وعيني مغمضين أنه ينتمي إلى المجال الإسلامي ضع للنص عنوانا مناسبا إذن هنا من يقرأ النص جيدا سيفهم أنه يستطيع أن يضع عنوانا مناسبا مثلا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العنوان الأول ممكن أن أضع عنوان ثاني معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني كل واحد يضع عنوان مناسب يكون قريب للموضوع فهو يقبل ثانيا الفهم اشرح توالت ما معنى كلمة توالت توالت عليه المصائب أي تعاقبت تعاقبت المصائب ممكن مرادف آخر تتابعت المصائب اللي اضطهاد مر معنا هنا ورغم كثرة اضطهادي إذن الاضطهاد ما المقصود به؟ المقصود به هو تعسف والظلم والطغيان إذن اضطهاد تعسف الظلم الظلم ممكن القهر اتهيه صحيحة وغير ذلك من المرادفات العديدة جيد ثالثا كيف واجه الرسول الكريم اعتداءات المشركين؟ إذن من خلال النص كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداءات دل الكفار؟ عفا عنهم أي عفا عنهم إذن واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك الظلم بأنه عفا عنهم بعد فتح مكة وهو جاء منتصرا التحليل استخرج لفظتين دالتين على المجال الذي ينتمي إليه النص إذن قلنا أن النص ينتمي إلى المجال الإسلامي إذن هناك عدة ألفاظ تدود على أن النص ينتمي إلى المجال الإسلامي رسول صلى الله عليه وسلم رسول وحدها كذلك اسم الجلالة الله وغير ذلك إذن نذكر يعني كل واحد يذكر لفظتين أنا سأذكر الرسول الرسول ولفظ الجلالة الله واضح نكتفي بهذه اللفظتين حدد القيمة المتضمنة في النص مستدلا عليها بما يناسب من النص إذن القيمة المتضمنة في النص هي قيمة دينية دينية والأدلة عليها كثيرة أو قيمة العفو قيمة العفو حينما نقول قيمة دينية فيها تشمل العفو وغير ذلك إذن العفو ونستدلع لها بقول المؤلف في النهاية فإنه عفى عفى عنهم عفى عنهم متى بعد أن نصره نصره الله بعد أن نصره الله نكتفي بهذا التركيب خامسا ما رأيك في تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمام اعتدائي أو اعتداءاتي واضطهادي المشركين إذن هنا كل تلميذ يعني سيعبر لنا في التعليقات على رأيه إذن هذا نتركه في التعليقات لأنه فيه تعبير لا بد أن تكتبوا الله رضا عليكم وسنصح لكم إن شاء الله ذلك ثم ننتقل إلى مكون الدرس اللغوي السؤال الأول أشكل ما تحته سطر في النص إذن حينما يطلم مني هذا السؤال في الغالب إما يكون أشكل كلمات التالية التي تكون هنا مكتوبة أو يكون في النص لا بد من شرحها حسب سياقها أو عفوا لا بد من إعرابها وشكلها حسب موقعها في النص إذن عندنا الكلمة الأولى كما تلاحظون التي بين قوسين هي منطورة ذراته إذن هنا منطورة هذا اسم مفعول منطورة اسم مفعول مؤنت واسم مفعول اسم الذي يكون بعده يكون نائب الفاعل ويكون مرفوع إذن ذراته 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 المطلب منه والشكل وليس الإعراب إذن ولكن لا بد أن نشكل الكلمة يعني من خلال إعرابها ثم الكلمة التي تليها هي مانع فإن الله مانع أباك إذن مانع مانع هنا خبر إن اسم ديالها هو اسم الجلالة والخبر ديالها هو مانع إذن هذه هي الكلمات التي تبدو أمامي يعني كلمتين فقط جيد إذن كلمتين فقط ثم ننتقل إلى التتم إذن ثانيا استخرج من النص ما تملأ به الجدول التالي إذن إذن إسم الفاعل سياغته معموله إذن نعرف ما معنى اسم الفاعل هذا رأيناه في دروس جيدا ثم السياغة دياله كذلك رأيناه ثم رأينا معموله إذن نعود إلى النص دائما لقد من العودة إلى النص إذن حينما سنقرأ النص أنا تبين لي هنا اسم فاعل نازعة أي نازع على وزني فاعل هنا جاءت مؤنة إذن نازعة معمولها هو التراب السيغة دياله هي فاعل إذن نعود إلى الجدول ونضع الكلمة هنا نازعة على وزني فاعلة أي على وزني فاعل على وزني فاعل معموله هو التراب التراب لكن هنا ينبغي أن يكون مفعول به منصوب التراب جيد ثم اسم مفعول كذلك نعود إلى النص للبحث عن اسم المفعول وهو ما يكون على وزني مفعول آية أمامنا منطورة منطور على وزني مفعول منطورة ذراته كما مر معنا في قراءة نص وشرحه إذن منطورة ومعموله ذراته إذن اسم مفعول من ثو ثو ذراته إذن سياغتها على وزني مفعول على وزني مفعول معمولها ثراته ثراته سيغة مبالغة سيغة مبالغة إذن نعود إلى النص لاستخراج سيغة من سيغ المبالغة إذن كما مر معنا ومن ذلك أن جهول جهول على وزني فعول إذن جهول جهول إذن جهول هنا على وزني فعول وهي السيغة من سيغة المبالغة فعول لمزيد من الضبط عود إلى الدرس تركيبها في جملة نركبها في جملة جاء جاء أو لا يفلح لا يفلح لا يفلح الجهول لا لا يفلح الجهول الجهول نقوله جاء ما عندنا منذر به الجهول نهائيا إذن جهول على وزني فعول لا يفلح الجهول اسم مكان أو زمان عندنا اسم مكان في نص كذلك وذلك قبل مهجر إذن مهجر اسم اسم مكان قبل مهجر الرسول وزنه مفعل فعله هجر واضح تعليل قد تعطيه لنا من الدرس عودوا للدرس وتشوفوا التعليل لماذا هذا اسم مكان جيد ثم تتم أعرب ما بين قوسين في النص إذا الكلمات التي طلب منا شكلها الآن يطلب منا إعرابها ولكن لعلي قد أخطأت لأنه طلب منا أشكل ما تحته السطر في النص وليس ما هو بين قوسين لذلك لهذا سنعود إلى النص ونشكل ما تحته السطر وذلك قبل مه جري الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ثم بناته نازعة التراب عنه باكية ثم الكلمة الآخير إذن عنا فقط كذلك والتراب فدخل الرسول منزله والتراب منثورة 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 ذراته إذن منثورة ذراته منثورة ذراته إذن السؤال اللي احنا فيه الآن هو أعرم ما بين قوسين قلنا ذراته سنعود إلى النص إذن ذراته هنا كما تلاحظون جاءت بعد اسم المفعول إذن فتعرب نائب اسم المفعول إذن ذراته نائب نائب الفاعل الفاعل مرفوع وعلامة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مانع نعود إلى النص كذلك على أذن فاعل إذن مانع فإن الله مانع أي مانع هنا راح لاحظوا معي في النص مانع جاءت خبر خبر إنا إذن مانع خبر إنا خبر إنا منصوب عفوا خبر إنا كن مرفوع خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة كذلك جاه إذن هكذا نكون أنهينا مكون ضرث اللغوي ثم ننتقل إلى الإنشاء إذن الإنشاء سنكتبه اليوم إن شاء الله سنحاول نكتب شوي بسرعة حتى لا أطيل لا حتى لا أطيل عليكم إذن صف شخصية أطارت انتباهك مسترشدا بما اكتسبته إذن هنا عندنا مكون الوصف إذن ما تم اكتسابه في الإنشاء أولا نصف سمات الشخصية ثم نصف المظاهر والهيئة ثم نصف المكان الذي توجد فيه الشخصية ثم علاقتها بالناس هذه هي أهم المكونات ديال الوصف لابد نتركز عليها أثناء الوصف إذن نبدأ أنا سأصف أمي وكل هنا حينما يترك لك المجال سيف من شئت أمك أباك أخاك وغير ذلك إذن نبدأ على بركة الله سأبدأ أولا بوصف سمات الشخصية هنا لابدأ من القيام باستعارات وما إلى ذلك وبوصف جميل حتى يعني يروق الإنشاء إعجاب الأستاذ وبتالي يعطيك نقطة جيدة إذن أبدأ بوصف سمات شخصية أمي امرأة تعجز الألوص تعجز الألفاظ الألفاظ والعبارات والعبارات لاحظوا هنا تعجز الألفاظ إذن الألفاظ هل هي من الأشياء التي تعجز لا لكن هذا يسمى استعارة أنا استعارت وأعطيت الألفاظ وحد شيء لا تستحقه لكن هذا مما يتره الإنشاء أمي امرأة تعجز الألفاظ والعبارات والفقرات والكتب والمجلدات عن وصفها لأننا عندنا ألفاظ والعبارات تتكون من ألفاظ والفقرات تتكون من عبارات والفقرات والكتب تتكون من الفقرات والمجلدات تتكون من كتب إذن والمجلدات عن وصف سماتها واضح إذن هنا أنا كانت حدثت على الوصف دي السمات دي لها فقلت له أنها امرأة تعجز الألفاظ والعبارات والفقارات والكتب والمجلدات عن وصف سماتها وأنا بدأت نذكر بعض السمات حنونة فأصيل هنا دايما علامة تنقيط لا بد منها حنونة كريمة واضح كريمة خلوقة خلوقة اللحظة هنا كنت تعمل سياغ مبالغة خلوقة برة بوالدي برة بوالدي وبإخوتي وبإخوتي إذن الآن أنا أصف السمات ثم نذكر العدد الأخوة الإخوة دي إذا أردت وبإخوتي مثلا الستة ثم فاصلة لاحظوا لا بد من علامة الترقيم ليست أنا الآن أتحدث عن الهيئة ليست بالطويلة الطويلة ولا ولا بالقصيرة أم كانت امرأة معتدلة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة معتدلة معتدلة القامة معتدلة القامة الآن سأصف الملامح دي لها وجهها وجهها كالقمر هيا تشبه كالقمر ما غيرت نصف الوج دي لها وجهها دائري مستحل لا نحاول نستعر نعطي أمثلة يعني نشبه حتى أصفها وحد الوصف جميل كالقمر في آخر أو في منتصف الشهر في آخر الشهر يعني كل القمر مكتمل في آخر الشهر ما تزيل الآن وصف المظهر ما ما تزيل الحجابة أو غطاء الرأس الحجابة عن رأسها ما تزيل الحجابة عن رأسها وحينما تخرج وحينما تخرج وحينما تخرج من البيت من البيت وحينما تخرج من البيت تشد 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 جزءا من حجابها من حجابها تشد جزءا من حجابها بفمها بفمها لتغطي الجزء السفلي 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 من وجهها وتدني وتدني غطاء الرأ الرأس على جبهتها إلى عينيها إلى عينيها إذن فهي امرأة متحجبة لا تسرع نوصف المشي ذي لها لا لا تسرع في مشيتها في مشي فاصلة دائما دائما تصل بعد والدي إذن فوالدي كان يسرع في مشيته تحب تحب الشاي تحب الشاي أتاي هو الشاي تحب الشاي كثيرا تحب الشاي كثيرا إذن الآن لازلت أتحدث عن وصف المظهر والهيئة والآن يعني احتاج في السمات يعني النفسية والشهوة وما إلى ذلك تحب الشاي كثيرا حيث لا لا يفارق الإبريق أو البراد لا يفارق الإبريق والكأ سوء مجلسها يعني أينما حلت وارتحلت الإبريق إبريق الشاي بجوارها محلها حينما حينما تريد تريد الطبخ حينما تريد الطبخ تجلس وتنادي فلانة أحضر 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 الأواني وعلى الأخرى يعني من إخوتي وعلى الأخرى أحضر أحضر مثلا الماء أو أحضر التوابل وعلي أو على أخي وعلي أحضر الماء أحضر الماء ثم لاش لابد يعني حتى أتري الإنشاء ديالي لاش لابد نخرج شوية على الموضوع حتى يعني أحلل أو أناقش فكرة الماء مثل هذه الفكرة التي أناقش الآن وعلي أحضر الماء حتى تعلمنا كلنا الطبخة الطبخة جيدا جيدا ونحن صغار إنها طريقة جميلة لتعليم الأبناء الطبخ وهي مشاركة في إعداد الوجبات حتى تعلمنا كلنا الطبخة ونحن صغار الآن سنتقل إلى وصف المكان الذي كانت توجد فيه لعته لكن مع كأنني لازلت في نفس السياق ورغم ورغم أنها كانت تسكن تسكن في قرية في قرية صغيرة ورغم أنها كانت تسكن في قرية صغيرة عدد سكانها لا يتجاوز لا يتجاوز أربع مئة شخص لا يتجاوز أربع مئة شخص إلا إلا أن أخلاقها أخلاقها إلا أن أخلاقها وحسن معاملتها إذن بعد أن وصفت المكان سننقش الآن علاقتها بالناس وحسن معاملتها مع القريب والبعيد مع القريب والبعيد أكسبها 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 شهرة شهرة بالخير بالخير والإحسان والإحسان عند كثير من الناس عند كثير من الناس لماذا قد نشرح علاج حيث كان كلما حيث كان كلما قدم عامل أو مجموعة عمال بجوار القرية بجوار القرية إلا وأعدت إلا وأعدت إلا وأعدت الطعام السريع الشاي والحرشة أو الشاي والخبز الشاي والخبز لا بأس نستعملوا المصطلحات اللي كنستعملوها في الحياة اليومية أنك الحرشة وما إلى ذلك الشاي والخبز والبيضة المقلي والبيضة المقلي وتقول لي خذ لهؤلاء وقل قل لهم سأحضر لكم الطعام وإذا كنتم ستبيتون ستبيتون سنحضر سنحضر لكم العشاء العشاء كذلك إذا الآن أنا أصف علاقتها مع الناس رغم رغم أن أسرتي كانت فقيرة يعني رغم أن الأسرة كانت فقيرة كانت تطعم وتكرم الناس رغم أن أسرتي كانت فقيرة بل إنسان لا يستحيي من ذكر مثل هذه المعلومات وتكون صحيحة بل كانت بل كانت من أفقري 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 الأسر في القرية ورغم ذلك ورغم ذلك فقد أخرجت فقد أخرجت من الفقري أجمل صوري الكرم والإحسان الآن أستعمل بعض العبارات وبعض التشبيه ولا زال ولا زال الناس يذكرون يذكرون إحسانها إحسانها و كرمها و أخلاقها رغم رغم أنها توفيت قبل قبل عشرين سنة رحم رحمها الله و أس كانها فسيحة جناته إذن لاحظتم معي يعني غدب شو يعلينا بسلاسة حاولنا نكتب واحد إنشاء فيه واحد عزة كبير من الأسطور ليس بدرر أن نكتب كل هذا لكن حاول أن تتبع خطوات الوصف وهي أولا سمات الشخصية السمات الداخلية ثم وصف المظهر الخارجي الهيئة ثم وصف المكان الذي توجد فيه الشخصية وما حوله وكذلك علاقة الشخصية بالناس هكذا يكون الوصف يعني وصفا متكامل لشخصية أو لمكان إذن هكذا نكون أنهينا الفرض لا تنسوا مشاركة الفرض مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته